اشتركوا في القناة الشيخ عبداللطيف دريان وتداول في عدد من القضايا الإسلامية والوطنية وأصدر البيان الآتي أولا حذر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دورٍ أساس ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية ودع المجلس إلى تسريع خطوات الانتخابات وإلى تجاوز الشكليات التي أخرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير ونبَّه المجلس من تأخير انتخاب رئيسٍ لما يعود ذلك بالخصران على الوطن والمواطن من تفتُّتٍ للدولة ومؤسساتها ثانيا جدَّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردِّ الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون ودع المسؤولين إلى العمل الجاد للخروج من دوَّامة الخلافات العميقة التي تعطِّل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من اطمأنانٍ وسلامٍ واستقرارٍ وازدهار ثالثا رفض المجلس الشرعي اقتراح القانون المُقدَّم من البعض لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي هي في الأصل حالةٌ غير طبيعية وشدَّد المجلس على وجوب التشدد في العقوبة في هذه الجريمة والتمسُّق بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدَّامة التي تُخالِف الشريعة الإسلامية والشرائع كافة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رابعاً توقَّف المجلس بقلقٍ كبير أمام الهجرة غير الشرعية التي تتضفَّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة لما تُشكِّلُه من خطورةٍ على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان ودعا المجلسُ إلى وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة مؤكداً أن هذا الاقتتال يُسيء للقضية الفلسطينية ويخدم بلا شك العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين كما أنه وللإشارة وفي بداية هذه الجلسة من هذا اليوم ومن خارج جدوى الأعمال أصر المجلس الشرعي بإجماع حضوره طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 على 1955 والمتعلِّق هذه المادة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار رقم خمسين عام 1996 المتعلِّقة بمدة ولاية مفتي المناطق وبعد أن سلك هذا الموضوع سلوكاً مسارياً ضمن الإطار القانوني ضمن مؤسسة المجلس قرر المجلس في النهاية بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين كما قرر تعديل مدة ولاية مفتي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين من العمر وشكراً ترجمة نانسي قنقر